للمرة الأولى تدخل منظمة تعنى بالشؤون الطبية والإنسانية وهي منظمة الصحة العالمية طرفا في صراع وجدال ذي طابع سياسي المنظمة التي تتخذ من جينيف مقرا لها كانت تتولى منذ تأسيسها عام 1948 التنسيق الدولي حول المجالات الصحية وتصميم برامج البحوث الصحية ووضع المعايير والقوائد الخاصة بها وتقديم الدعم التقني للبلدان لكن ظهور جائحة كورونا مع نهاية العام الماضي وضع المنظمة إزاء اتهامات وتشكيك تتعلق بقدراتها وطريقة إدارتها للأزمة الولايات المتحدة شنت حملة إعلامية من خلال تصريحات الرئيس ترامب وكبار المسؤولين فيها كان محورها توجيه اللوم بل الاتهام للمنظمة بالتكتم على وباء كورونا مع بدايات ظهوره وعن الأرقام الحقيقية في المراحل اللاحقة ومجاملة الصين في كل ذلك بل وحتى تأخر المنظمة في إعلان الفيروس وباء عالميا المنظمة العالمية أصبحت إضافة إلى ذلك طرفا بالجدل القائم حول حصول المتعافين من عدوى الفيروس على مناعة تحميهم من الإصابة مجددا فهي عارضت قيام بعض الدول ومن بينها تشيلي بإصدار شهادات للمصابين تثبت شفاءهم تمهيدا لعودتهم لمزاولة أعمالهم أكدت المنظمة في مناسبات عديدة عدم وجود دليل لغاية الآن على اكتساب المتعافين مناعة ضد الفيروس لكنها تواجه ضغوطا كبيرة من دول تتعجل البدء بإعادة عجلة المشاريع للدوران بعد أن أصابتها تداعيات الوباء بأضرار اقتصادية ومالية تتطلب معالجتها سنوات طوال منظمة الصحة العالمية تأمل أن تكون التدابير الوقائية التي لجأت إليها معظم دول العالم استجابة لدعواتها كافية لإنهاء الخطر وتجاوزه لتخرج هي بدورها من زوبعة لم يكن يخطر ببال القائمين عليها أن تكون المنظمة جزءا منه